السلام عليكم أعزائي متابعي قناة مدرسة الشادلي اليوم سنتظر صفحة 176 أفون من كتاب اللغة العربية واحدة في الكلمات لمستوى الرابع ابتدائي درس اليوم سيكون عبارة عن تعبير كتابي الوحدة الخانسة الأسبوع الثالث والرابع من وقت الدرس التعبير الموجه كتابة نص أرشادي جزء الأول دير الدرس نبدأ بأكتسب أكتسب أولاً أقرأ نصاً إرشادياً يتعلق بالمحافظة على فضاء الغابة بالاسترشادي بما يلي أكتب نصاً إرشادياً يتعلق بالمحافظة على فضاء الغابة بالاسترشادي بما يلي أولاً أقترح بنواناً مناسباً للنص الإرشادي المقدمة أعرف بفضاء الغابة وكيفية المحافظة عليه العرض أنصح بعدم الإضرار بالغابة وأرشد إلى المحافظة عليها باستعمال سياغ الأمر والنهي والأفعال المضارعة وعلامات الترقيم المناسبة الخاتمة أبين فيها أهمية الإرشادات وفوائدها في المحافظة على الغابة أكتب نصي الإرشاد بالاستعانة بما يأتي لنحافظ على الغابة من تعالى فهي تنفع وللمحافظة عليها يجب أن لا نقطع وأن لا نتلف وأن لا نحرق استمتع يا صديقي بي واستنشق وارمي في سناديقها كي لا يتلوث فالغابة كنز طبيعي إن حافظنا عليها فسنحافظ على ونحمي أنفسنا منه أعيد أكتب نصا إرشاديا يتعلق بالمحافظة على فضاء الغابة بالاسترشادي بما يلي المطلوب لنفس السؤال الأول شنا هو؟ هو أننا سنكتبوا نص إرشادي يتعلق بالمحافظة على فضاء الغابة مثلا أكتبوا نصا إرشاديا يتعلقوا بالمحافظة على فضاء الغابة مثلا سنكتبوا نصا إرشادي يعني فيه بعض النصائح أو بعض طرق أو لك أرشد الناس كيفاش يحافظوا على فضاء الغابة هاد النص الإرشادي اللي غادي نكتبوا اليوم باش غادي نكتبوه غادي نكتبوه بالاسترشادي بما يلي أول حاجة أول حاجة غادي نديرها قبل ما بدووا كتابة النص هي أننا نقطارح عنوان مناسب للنص الإرشادي مثلا غادي نقولوا ألغابة وكنزون تامين يعني لغيرها من العناوين أي عنوان بل يكون مناسب للنص الإرشادي اللي غادي تكتبوه نتوره أول حاجة غادي نحن كتبت العنوان شنخص نديره سنكتبوه مقدمة يعني باش نكتبوه نص رادروري غادي يكون فيه المقدمة والعرض والخاتمة المقدمة شنو خصي يجي فيها؟ أعرف بفضاء الغابة وكيفية المحافظة عليه أول حاجة غالي نديره في كتابة المقدمة هي أننا نعرفه بفضاء الغابة شنه هي الغابة؟ كيفية المحافظة عليه؟ كيفاش نديره باش نحاوطه على هاد الفضاء الغابوي؟ الثاني حاجة من المر المقدمة يجي إثناء العرض العرض شنو غالي نديره فيه؟ أنصحوا بعدم الإضرار بالغابة وأرشد إلى المحافظة عليها باستعمال سياغ الأمر والنحي والأفعال المضارعة وعلامات الترقيل المناسبة العرض قلنا أن نخصنا أو الحاجة من ديره فيه أنصح بعدم الإضرار بالغابة يعني النص الإرشادية دينا في العرض ديناه قد نعطو بعض نصائح بعدم الإضرار بالغابة ثانياً وأرشد إلى المحافظة عليها يعني قد نحاول نعطو بعض الإرشادات للمحافظة على الغابة باستعمال شنو غالي نستعمله؟ سياغ الأمر والنحي يعني مثلاً قد نص إرشاد ديناه مثلاً شي صحفي قد تقولوا مثلاً ديرها دي وديرها دي وما الديرش هادي يعني هذا هو الأمر والنحي والأفعال المضارعة يعني الأفعال تكون في المضارع علامة ترقيل يعني علامة الاستفهام علامة تعجب الفاصلة النقطة إلى غير ذلك الخاتمة هي أخر حاجة ما شنو عنا فيها؟ أبين فيها أهمية الإرشادات وفوائدها في المحافظة على الغابة الخاتمة أخر حاجة قد نكتبو فيها هي أننا قد نبينو الأهمية ذلك الإرشادات أو ذلك النصة اللي أعطينا وشنيني الفوائد ديالها في المحافظة على الغابة؟ أكتبو نصي الإرشادي بالاستعانة بما يأتي إذن هنا أعطونا تقريبا كل شيء باش نحاولو أننا نكتبو هاد النص الإرشادي وما أعطونا المراحل اللي غدينا نخدمها لها أول حاجة اختراح عنوان مناسب للنص الإرشادي ثاني حاجة غدي نكتبو المقدمة اللي قلنا أننا غدي نعرفو فيها الفضاء الغابة وكيفية المحافظة عليه ثانيا للعرض اللي قلنا غدي نصحو بعدم الإضرار بالغابة وأننا غدي نرشد الناس إلى المحافظة عليها باستعمال صياغ الأمر والنحي والأفعال المضارعة وعلامات الترقيم المناسبة آخر حاجة هي الخاتمة اللي غدي نبينو فيها أهمية الإرشادات وفوائدها في المحافظة على الغابة وهنا أعطينا الجمل أولاء الكلمات اللي غدي نستعملوا قريبا في النص كام إذن طبعا أنتم تقدروا تستعملوا هذه الكلمات هذه لها أو لا تقدروا مجهودكم الخاصة يعني تكتبوا نص غير باستعمال هذه المراحل هذه يعني بلا ما تعتمدوا له هذه الكلمات لنحافظ على الغابة من تعالى فهي تنفع وللمحافظة عليها يجب أن لا نقطع وأن لا نتلف وأن لا نحرق استمتع يا صديقي بي واستنشق وارمي في سناديقها كي لا يتلوث فالغابة تنزل طبيعي إن حافظنا عليها فسنحافظ على ونحمي أنفسنا من من الإجابة أكتسب العنوان تقدروا أي عنوان بغيث مثلا الغابة كانتون التامية هذا كان يتعل بدأوا أول حاجة المقدمة المقدمة الغابة هي فضاء مختلف التضاريس وتتضمن الأشجار أساسا وشجيرات والأعشان وللمحافظة عليها يجب علينا تفالي إشعال النار وقطع الأشجار العرض استمتع يا صديقي بالغابة واستنشق الهواء النقي وارمي النفايات والأزبال في صناديقها كي لا يتلوث فضاء الغابة فالغابة كنز طبيعي وجب علينا المحافظة عليه الخاتمة إن حافظنا على الغابة فسنحافظ على بيئتنا ونحمي أنفسنا من التصحر والتقلبات الجوية معيد قراءة النص الغابة هي فضاء مختلف التضاريس وتتضمن الأشجار أساسا وشجيرات والأعشاب وللمحافظة عليها يجب علينا تفادي إشعال النار وقطع الأشجار العرض استمتع يا صديقي بالغابة واستنشق الهواء النقي وارمي النفايات والأزبال في صناديقها كي لا يتلوث فضاء الغابة فالغابة كنز طبيعي وجب علينا المحافظة عليه خاتمة إن حافظنا على الغابة فسنحافظ على بيئتنا ونحمي أنفسنا من التصحر والتقلبات الجوية إذن هذا كمثال إن شما أكيد تقدروا تكشبوه كل واحد يقدر يكسب النص الإرشادي دياله بطريقته الخاصة قد نعود نقرأ النص الإرشادي قراءة آخرة قبل ما نقرأ لكم هذه المقدمة والعرض الخاتمة قد نحاول نقرأها بطريقة متناسقة الغابة هي فضاء مختلف التضاريس وتتضمن الأشجار أساساً والشجيرات والأعشاب إذا ما تنسوش علام الترقيم وللمحافظة عليها يجب علينا تفادي إشعال النار وقطع الأشجار استمتع يا صديقي بالغابة واستنشق الهواء النقي وارمي النفايات والأزبال في صناديقها كي لا يتلوت فضاء الغابة فالغابة كنز طبيعي وجب علينا المحافظة عليه إن حافظنا على الغابة فسنحافظ على بيئتنا ونحمي أنفسنا من التصحر والتقلبات الجوية السنتج لأكتب نصاً إرشادياً أتبع الخطوات الآتية أقترح عنواناً للنص الإرشادي المقدمة أكتب فيها جملة أفتتح بها الموضوع العرض أذكر فيه مجموعة من الإرشادات الخاتمة أبين فيها أهمية الإرشادات وفوائلها هناك استنتاج هي الطريقة التي ذكرنا سابقاً في كتابة نص إرشادي إذن لأكتب نصاً إرشادياً أول حاجة نخص ندره أن أتبع الخطوات الآتية أول حاجة قلنا هي أننا نقترح عنوان مناسب للنص الإرشادي سوف يكون ذلك العنوان فيه الكلمة التي نقدر على ذلك الموضوع الذي سنهضر عليه المقدمة سوف يكتب فيها جملة نفسها بها الموضوع الذي سنهضر عليه في النص الإرشادي العرض سوف يتذكر فيه مجموعة من الإرشادات والخاتمة سوف ينبين فيها الأهمية للإرشادات والفوائل هناك طريقة مبسطة أكثر أكتب النص إرشادياً يتعلق بالمحافظة على فضاء الغابة بالإسترشادي بما يلي هذه هي الخطوات الصحيحة لكتابة نص إرشادي أول حاجة أقصرح عنواناً مناسباً للنص الإرشادي هذه أول حاجة كندلوية أقصرح عنوان المقدمة كنعرف مثلاً فضاء الغابة الغابة كميتة يعني النص الإرشادي كما بغي يكون إحنا اليوم أهدرنا على الحفاظ على مثلاً فضاء الغابة ولكن كل موضوع إرشادي والموضوع دياله أعرف بفضاء الغابة وكيفية المحافظة عليه العرض أنصحه بعدم الإضرار بالغابة وأرشده إلى المحافظة عليها باستعمال سيغ الأمر والنهي والأفعال المضارعة وعلامات الترقييم المناسبة ثالثاً وأخيراً أبين فيها أهمية الإرشادات وفوائدها في المحافظة على الغابة يعني نفس المراحل اللي استعملنا هنا في النص الأول هما اللي غدين استعملوا في قاع النصوص الإرشادية لأكتب نصاً إرشادياً اتبعوا الخطوات الأتياج لنا أول حاجة أقترح عنواناً للنص الأرشادي هذه أول حاجة أندروها ثانياً المقدمة أكتبوا فيها جملة أفتتحوا بها الموضوع يعني كنكتبها الجملة اللي غدين أفتتحوا بها الموضوع الإرشادي ثانياً العرضة أذكروا فيه مجموعة من الإرشادات الخاتمة أبين فيها أهمية الإرشادات وفوائدها ندوزوا دبل تعبير الموجه كتابة نص إرشادي الجزء الثاني ديالدرس التعبير الموجه كتابة نص إرشادي جزء الثاني من الدرس نبدو أول حاجة بأطبق أولاً أكتبوا نص إرشادياً أنصحوا فيه صديقي بالاستمتاع بالغابة دون الإضرار بها هنا نطلب لنا أننا نكتبوا نص إرشادي النص إرشادي شنو غدين ندرو فيه غدين نصحوا شي صداق ديالنا بالاستمتاع بالغابة دون الإضرار بها أونجزوا ما يلي المراحل اللي كندرو ديما في النص الإرشادي أول حاجة بلنا أقترحوا عنواناً مناسباً للنص الإرشادي هذه أول مرحلة كندرو بها في كتابة النص الإرشادي أول حاجة كندرو عنواناً مناسب للنص الإرشادي ثانياً المقدمة أفتتحوا موضوعي بجملة أمهدوا بها لإرشادي صديقي المقدمة ديما كيكون فيها واحد الجملة كنفتتحوا بها طريقة أولاً كنمهدوا بها لإرشاد صديق ديالنا ثانياً العرض أرشدوا صديقي بعدم الإضرار بالغابة ثانياً الخاتمة ديما كيكون في بعض الإرشادات أولى النصائح لعدم الإضرار بالغابة ثالثاً وآخراً الخاتمة الخاتمة ديما كنبينو فيها فوائد هاد الإرشادات اللي إعطينا والأهمية ديالها في المحافظة مثلاً على الغابة الغابة كمثال نحن أول حاجة درنا منهز ما يلي اقترحنا أول حاجة عنواناً مناسباً للنص الغابة الخلابة إن الغابة فضاء أخضر وجب علينا أن نستمتع به وبمؤهلاته الطبيلية ونحافظ عليه دون الإضرار به يا صديقي يجب علينا أن لا نرمي النفايات في الغابة ولا نقطع أو نكسر الشتائل والأزهار وأن نتفادى إشعال النار خاصة قرب الأشجار أو الأهشاب اليابسة الغابة كنز طبيعي وثروة للجميع يجب المحافظة عليه فإن حافظنا عليها فسنحافظ على بيئتنا ونحمي أنفسنا والأجيال القادمة ويد الغابة الغلابة إن الغابة فضاء أخضر وجب علينا أن نستمتع به وبمؤهلاته الطبيعية ونحافظ عليه دون الإضرار به يا صديقي يجب علينا أن لا نرمي النفايات في الغابة ولا نقطع أو نكسر الشتائل والأزهار وأن نتفادى إشعال النار خاصة قرب الأشجار أو الأشجار اليابسة الغابة كنز طبيعي وثروة للجميع يجب المحافظة عليه فإن حافظنا عليها فسنحافظ على بيئتنا ونحمي أنفسنا والأجيال القادمة إذن هذه المرحلة الآخرة كانت عبارة عن خاتمة قلنا الخاتمة دي ما كان كان نبينا فيها الفوائد دي الإرشادات والأهمية ديها إذن كتبناه أحد نص اللي حسارنا فيه جميع المراحل المطلوبة أول حاجة قصر إذن عنوان مناسب النص وهو الغابة الخلابة إذن أعطينا مقدمة وفتتحناها بجملة فيها تمهيد لإرشاد الصديق ثانيا درنا العرض فيه إرشادات بعدم الإضرار بالغابة وثالثا بيئنا فوائد الإرشادات والأهمية ديها في الخاتمة إذن أعزائي متابعي قناة مدرسة الشادلي كانت عني صفحة 176 من كتاب واحد الكلمات اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي